نكمل مع بعض في سلسلتنا تطور ليس علم حقيقي وبنكمل فيه تلخيص القسم السادس التطور الكبير وناخد مع بعض جزء 133 كمالة الجزء الخامس من الرد على ادعاء تطور الحوت انتقل لنقطة اخرى في الحوت وهي نظام الصنار في الحوت ده في كل من الحوت والخفاش بشكل شبه متطابق الخفاش حسب ادعائهم تطور من حيوان سادي يشبه القوارض الصغيرة اللي مفهاش الكلام ده والحوت المفروض برضو تطور من حيوان سادي عادل المياه سواء الخنزير ولا الدب ولا غيره برضو مفهاش النظام ده فازاي نلاقي هذا النظام الرائع في تصميمه فيه كائنين مستقلين كل منهم حسب ادعائهم بالتطور جدودهم مفهاش هذا النظام الرائع كلام ده على فكرة من السؤالي لتسائلته مراجع كتيرة منها كامبلت جونيبيرست بريس اللي بيناده بتشابه الاعضاء كدليل على التطور من جده مشترك بنفس قعاليتهم اسأل هل احنا مش لقينا عادلة متشابهة ولا بروتين متشابه ده احنا لقينا نظام غاية في التعقيد متطابق هل يا ترى كده اقدر اقول الخفاش اصل حوت ولا الحوت اصل خفاش لما نلاقي كائنين ليس لهم علاقة بعض لكن بيهم النظام المعقد جدا وما يقدروش يعيشوا بدونه ولكن متشابه في الكائنين هو غير موجود فيما يفترض حسب ادعاء تطور الخطأ انهم مش موجود في جدودهم وايضا هم لهمش علاقة بعض بنسب الاحتمالات عشان لقينا ده مش يحصل مرة لكن هذه المعجزة الرائعة تحصل مرتين في جنسين مختلفين تماما ينتجوا نظام صنار واحد بهذه الدقة من هذا التعقيد هو نسبة تتعدى بكل وضوح نسبة الاستحالة بكتير يعني تتعدى نسبة واحد من احتمالية واحدة من احتماليات قطع عشرة مرفوع القوة اكتر من خمسين وده يهدم فرضية التطور تماما ويثبت التصميم والمصمم المشترك علميا وبوضوح ليه؟ لانه عارف تصميم هذا الجهاز كويس ويحطه في جنسين مستقل لين زي الخفاش والحوت لان الاتنين محتاجين اليه فهو بيسمم عارف بيعمل ايه الخفاش ما يقدرش يعيش لو ما كانش هذا الجهاز مكتمل من البداية اي عدم اكتمال اثناء التدرج الخفاش ميت ده المهم فقبل ما يقلل لو كان لسه بيقتي بالتطور التدريجي فالخفاش كان كان فنى تماما قبل ما يكتمل تطور هذا النظام المعقد لانه ما قدرش يطير ويتغزى بدونه الطبيعة ما تنتجش نظام معقد كهذا بالصدفة ونفس الكلام اللي قلته ده ينطبق على الحوت عيدا النظام السونار ده بيساعد الحوت العملاق السريع في غطسه ويفعه وفي تحديد مكانه في المياه عشان ما يصطدمش في المياه العميقة المظلمة ده بصخور بحجمه الضخم ده وعيدا كمان عشان يعرف مكان الاعداء وعشان يعرف مكان فرائس الطعام ليه بل يحدد بدقة مش بس مكان الاسماك لكن اتجاهه في العم من على بعد عشان يتمكن من استياد كتير من الاسماك في وقت قليل ليه لانه محتاج كمية كبيرة عشان تكفيه مينفعش يطارد سمكة سمكة او قشري بحري في المرة كده حيموت من الجوع بالطبع كل من الحوت والخفاش عشان يصدر ليه هذا النظام الرائع في التصميم هو عايز نظامين واحد يصدر الموجات في الحل مصمم بطريقة دقيقة جدا لإصدار هذه الموجات وايضا جهاز اخر غاية في الدقة وهو الجهاز اللي يستقبل جهاز السامعي المميز جدا في تصميم وازنين مصممتين لاستقبال هذه الامواج لما ترتد بعد وتحليلها ايضا وبسرعة شديدة عشان يحدد الاشياء والاتجاهات في الظلام ده ايضا يستلزم جهاز عصبي معقد عشان يحلل كل هذه الموجات في اجزاء من الالف من الثانية يعني سرعة رهيبة جدا في تحليل الموجات بل ايضا مطلوب منه ان يعرف يفصل ما بين الموجات اللي هو اصدرها وارتدت اليه والموجات اللي اصدرتها بقيت الحتان اللي معاه او في حالة الخفاش بقيت الخفافيش اللي بتطير معاه مع ملاحظة احنا بنتكلم سواء الحتان بيعوموا في اسراب او الخفاش اللي بيطيروا في اسراب كبيرة العدد يعني مطلوب من جهاز السنار للحوت او للخفاش فصل مئات ان لم يكن الالاف من موجات صوتية علي تتردد في نفس الطول الموجي بمقدار واحد على الف من الثانية ده مش نظام معقد بل عدة انظمة غاية في التعقيد في تصميمها اي منها غير مكتمل اثناء التدرج في التطور يفنى الحوت والخفاش بالاستضامة القاتل على فكرة نظام اطلاق الموجات ونظام سماع الموجات ونظام تحليل الموجات كلها يجب ان يوجدوا معا من البداية بتصميم كامل رائع مكتمل لو طبقت على اي منهم اللي قلته سابقة من احتمالية يحصل ده بالصدف وما يحتاجه من طفرات عشوائية عشان تنتجه هنلاقي ان احتماليته تتعدى حد الاستحالة في الاحصاء بالاحتمالات ثانيا لا يوجد زمن كافي لحدوثه حتى لو كنا اسخياء في احتمالية الطفرات اللي اصلا عارفين هي ما بتضيفش شيء فالطفرات سالسا اللي ما بتضيف لناش معلومات جينية ليس لها وجود سابق زي معرفنا جيدا ازاي حصلت هذه الانظمة الرائعة في تصميمها عشان يستخدم كل من الحوت والخفاش نظام السنار المكتمل بدقة على فكرة الانسان اخترع السنار لتحديد المواقع قد تقليد لنظام السنار اللي فيهم لكن اللي عملوا الانسان في افضل احوالها واحداثها تفصل ما بين 6 الى 8 مليون من الثانية الخفاش بيقدر يوصل ان هو يفصل ما بين 2 الى 3 مليون من الثانية يعني اصلا استطيع يحدد مكان ونوع جسم حجمه 3 على 10 من الملي يعني نقطة كبيرة على صفحة وبدقة بقى اعلى بكتير من احدث وافضل جهاز السنار اللي اخترعوه البشر الاسكياء دا كالعادة سبب مشاكل كتير الفردي التتطور اولا محدش يقدر يدعي ان جهاز السنار اللي عمله البشر دا دا مش محتاج للمصمم لكن طلعت طريقة عشوائية لا طبعا فازاي بنفس المقياس يدعو هذا الامر على جهاز السنار اللي في الخفاش والحوت اللي اكثر تعقيده اكثر دقة في تصميمه الحاجة التانية عشان يعمل هذا السنار في الخفاش يجب ان يكون مكتمل من الاول بكل تعقيداته بكل اجهزته اي نقص فيها يجعله يفنى مباشرة دا يثبت بوضوح خطأ التطور التدريج المزعوم دا مثال اخر على لانا اتكلمت عنه قبل كده في القسم الرابع اللي هو التعقيد الذي لا يمكن اختزاله او irreducible complexity الحاجة التالتة اقدم حفرية للخفاش وللحيتان تمتلكه بالكامل ما فيش اي تدرك ولا لها اي مراحل تطور ولا جدود ولا مراحل وسيطة ولا غيره فقدمت حفريات الحيتان في الاجزاء السابقة من 53.5 مليون سنة في الهيمالايا اللي ملهاش مراحل وسيطة وهي اقدم من جدها ويوجد بها هذا النظام الدقيق ايضا الخفاش اقدم حفرية ليه في طبقة حسب افتراض اعمار الطبقات من 52.5 مليون سنة وتطابق الحالية رغم الاتنين يشهدوا على سباة الاجناس في ان التطور التدريجي لكن ما علينا المهم ان بيهم نفس جهاز الصنار بدون اي مراحل وسيطة ولا اي تدرك وقادي مراجع بتشهد على هذا الامر عشان كده الحوت على عكس ما بيدعه ويخدعه بيه الطلبة هو لا يوجد دليل علمي صحيح على انه اتى بالتطور بل توجد ادلة علمية قوية جدا تؤكد ان الحوت اتى بالتصميم والخلق ويفني التطور المزعوم تماما وايضا الخفاش عشان كده الحوت اللي اسبت خطأ التطور بوضوح شديد هو ايضا في الحقيقة مثال علمي واضح يشهد لروعة التصميم والتصميم ده يشهد لوجود مصمم رائع هو الرب الاله مهما حاوله انكار وجوده واختراع كذب زي التطور كلمت باختصار شديد لكن عايز تفاصيل الموضوع بالمراجع وشهادات العلماء يقدر يرجع للموضوع التفصيلي في موقع دكتورغالي دوت كوم اللي هو الموقع بطايع ضعفي ويبحث تحت عنوان التطور الكبير الجزء الواحد والتمانين او الجزء الخامس من الرد على ادعاء تطور الحوت